السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاية تجدد بسعد دايما معكم ساعة الصفر لسقوط النظام الملالي انفجارات قوية لمقرات الحرس الثوري في طهران نقلتها العربية الحدث اعترافات من قيادات إيرانية منهم محافظ في شمال إيران اعترف اعترافات مهمة جدا أن النظام الملالي يعرف أنهم في طريقهم إلى السقوط حتى الإصلاحيين يعلموا ذلك والأصليين كمان الحرس الثوري يعترف بأن المصابين والقتل من الأمن سواء الحرس الثوري البسيج وحتى رجال الدين يتجاوز الخمسة ألاف من وجهة نظر الحرس ولكن الحقيقة هي أكثر من ذلك أهلا بكم في حدث اليوم رجاء تفعيل الجرس باللون الأسود والشير ولايك وكون كريما وعمل لايك للحلقة وبسم الله نتكل في الحلقة لآخر دقيقة معلومات هتعرفها هنا بس على حدث اليوم الحقيقة أنه مع اقتراب ساعة الصفر لسقوط النظام الملالي الحقيقة أنه جاء الوقت لدبح الخرفان الإيرانيين من العمائم من النظام الملالي وما يدعمه من الحرس الثوري بعدما أخذت كل الاحتجاجات الكبيرة أو الثورة هناك بزخم كبير اللي ليها قيادات خارجية وليها قيادات داخلية مما سبب ليها الاستدامة حتى السقوط المجرم اللي عمرنا ما نقبل له أي عذر ولا حتى للشعب الإيراني نفسه إلا بتسليم رأبته للصوار وهنشهد سقوط مريع جدا ومرعب فعلا لا يصدقه أي عقل تبقى لمعطياته والمعلومات اللي جاية من إيران نفسها ما فيش حد هيستوعب مدى سقوط السفحين الإيرانيين من النظام الملالي وقياداته من الحرس الثوري والبسيج وغيره سيسقطوا واحدا تلو الأخر ولكن هنا بنتكلم عن أن الحرس الثوري نفسه اعترف بأنه منذ بداية الثورة ومن حوالي 42 يوم النهاردة اليوم 43 خمسة ألاف عنصر من الحرس الثوري الشرطة البسيج والأمن وحتى رجال الدين العمائم قتلى وهم ما بين العدد ده ما بين القتلى والمصابين لكن طبعا احنا عارفين كويس جدا أن النظام الإيراني ومن يدعمه من القيادات الأمنية لا يعترفون بالحقيقة المطلقة وهم بيقولوا أعداد من وجه نظرهم ولكن الحقيقة هي أكتر من خمسة ألاف بكتير لكن هنا الانشقاقات التي حدثت داخل البرلمان الإيراني ومنهم ما يمثلون البرلمان من المحافظة اللي فيها مهيسة أميني اللي هي على على أثارها ومقتلها تم يعني الاحتجاجات أو الثورة الشديدة اللي من أكتر من أربعين يوم لكن الحقيقة إن فيه رعب كبير جدا من الإصلاحيين والأصولين داخل إيران الدليل على كده إنه محمود حسين بور محافظ مازندران شمال إيران قال قال تصريح لإيران إنترناشنل قال بالحرف الواحد وإحنا شايفينه البعض بيسأل ماذا سيحدث في المستقبل هو بيطرح سؤال رد وقال على الجميع الإصلاحيين والأصليين أن يعترفوا ويقتنعوا بأنهم إذا حدف شيء ليه النظام الإيراني فلا يعتقد أي شخص من النظام يعني إنه سينجوا بل سيتم شنقه قبل غيره ده محافظ من محافظين إيران إنه يرى أن الإصلاحيين والأصليين إنهم في طريقهم إلى السقوط وهم يعلموا ذلك وهيكون نهايتهم إما الشنق لما فعلوه فيه الشعب الإيراني أو إنه هو الآخر هيشنق الآخر يعني في الأخير إنه مدلول آخر لسقوط النظام وساعة الصفر اقتربت تحدث محمد مجيد الأحوازي الصحفي المعروف لدى الأحواز وهو صحفي فيه جريدة كويتية شهيرة جدا القبس الكويتية قلب كنت أتحدث مع صحفي إيراني كبير في طهران قال الأجواء العامة والسائدة لدى غالبية الإيرانيين أما الثورة سيكون لها تأثير كبير جدا على الوضع السياسي في البلاد لغاية هنا الكلام ما يطمنش داخل إيران طيب داخل البلاد وإيران قال كده ده الكلام بقى المهم وإيران بعد الثورة لم تعد إيران السابقة والمسؤولين الإيرانيون يدركون ذلك تماما يعني إيران قبل 42 يوم قبل مقتل مهيسة أميني وقبل الثورة اللي بقى لها 43 يوم النهاردة هتكون إيران مختلفة تماما في ما بعد النظام أو بعد الأيام القادمة والمسؤولين الإيراني على مزالك طيب الطلاب الإيرانيين في إحدى الجامعات ذهب الناطق الرسمي باسم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسهم واجتمع بيهم أنه هو يحاول أنه هو يهديهم وأنه هو يستمر في حقن الأيدولوجية الإيرانية اللي الشعب الإيراني والثوار فاقوا منها ولكن طبعا الغباء للنظام الإيراني هو يستمر في نفس الأسلوب وأنه لا يستطيع أن يغير شيء لأنه دي إيدولوجيته فمش يقدر يغيرها الفيروس موجود مش يقدر يتغير اجتمع بالطلاب في إحدى الجامعات وقعت فكان رد الطلاب كان مزهل بالنسبة له حتى أنه اللقاء ده سريعا وخرج قالوا له رسالتنا الأخيرة للنظام هو هدفنا إسقاط النظام بمعنى الكلم إسقاط النظام ما معنى ذلك يعني إيه معنى الكلام ده معناها أن الثوار والشعب والطلبة استمرارهم 43 يوم هيستمر لغاية إسقاط النظام والغاية لما يحصل حراك من الداخل من القيادات العسكرية أو مكونات داخلية هيكون لها تدخل كبير جدا لأن في معلومات عن أن أحداث مزلزلة هتكون داخل إيران وكالة فارس الإيرانية أعلنت أمس الأثنين قبل أمس قبل يومين عن اعتقال مجموعة من الأشخاص من المتظاهرين مرتبطين بالموساد الإسرائيلي الاعتقال كان في شمال إيران طب ليه النظام بيقول كده يعني ليه بيعلن عن القبض على مجموعة من المتظاهرين ما قالش مثلا القبض على شبكة التجسس لأ هو قال شبكة أي مجموعة المتظاهرين على علاقة بالموساد يعني معناها معناها أن الموساد بيحرك المتظاهرين النظام عايز يغزي الشعب بهذه المعلومة عشان خاطر يفهمهم ان الحراك ده من اسرائيل اللي هو الكيان او الايدولوجيا الايرانية غزت العقول هناك الايرانية او الشعب الايراني بانه الشيطان الاصغر اسرائيل اللي هو احنا بنكرهه وان احنا في طريقنا الى القدس وانه الشيطان الاكبر امريكا في الحقيقة ان الشعب ما بقاش يسمع الشعب الايراني ما بقاش يسمع لكلمة اسرائيل والمساد والكلام ده محاولة ايرانية فاشلة لغسل العقول الثوار اللي هم اتخذوا سوالطريق وانه هو هيصلوا فيه للنهاية لازحة النظام تماما تطورات كبيرة جدا واحداث مفاجأة في ايران خلال الفترة يعني الفترة القادمة يعني هتحدث تغييرات كبيرة جدا دي معلومات تحدث احد الصحفيين الايرانيين المقربين من النظام مع صحفيين خالجيين وقال احد الصحفيين دول بالحرف الواحد ان انقلاب عسكري يحدث في ايران الان نستشعر به مقدما والنظام يعلم ذلك قال كده بالحرف الواحد احد الصحفيين اللي هو المطلعين بالداخل الايران وهو افتهران على فكرة قال كده بالحرف الواحد ده معنى ايه؟ معنى ان ايران والنظام هناك على مشارف النهاية والسقوط والامر دي كلها مؤكدة لكن المنطقة ايضا وخاصة في ايران مقبلة على زلزال كبير جدا هيغير وجه المنطقة بداية من ايران على فكرة ثم مناطق النفوذ الايرانية اللي مقبلة على احداث ايضا هتغير من وجه المنطقة وهتغير التوازن والمفروض على الجميع الانتباه لهذه التغيرات وانتهاز الفرصة الفرصة دي تاريخية فرصة تاريخية لتغيير المنطقة لامن المنطقة والاجهاز والانتهاء لنظام الكهنوت الايراني حتى يتم التخلص من الضمار في المنطقة باسم الدين المزيف الضمار اللي حصل في المنطقة العربية في اليمن في العراق في سوريا في لبنان في ليبيا مناطق دي السودان الضمار ده حصل باسم الدين المزيف الدين المزيف ده سواء من الاسلام السياسي عبر الاخوان المسلمين او عبر ايران اللي دمرت أربع عواصم عربية لكن عايز أقول لكم أنه معلومات من الإمارات العربية المتحدة أن النظام الإيراني الحرس الثوري أمر رجال أعمال كبار إيرانيين يعملون في الإمارات العربية المتحدة بعمل استطلاع للرأي مزيف في السفارة الإيرانية والقنصوليات في الإمارات العربية المتحدة تكون هذا الاستطلاع أو الفوتس مزيف لإعطاء صورة للشعب الإيراني اللي موجود بصورة كبيرة جدا في الإمارات العربية المتحدة بأعداد مئات الألاف هناك أنه يؤيد النظام الإيراني حينما اعترض أحد رجال الأعمال الإيرانيين اللي موجود في الإمارات العربية المتحدة هدد النظام الإيراني والحرس الثوري باغتيال رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات العربية المتحدة إذا لم ينفزوا هذه الأوامر النظام يريد إثبات بقاءه المزيف المزور حتى ولو كان على رقاب شعبه رغم علمه أنه هو هالك وساقط لا محالة دي الحقيقة النظام يريد أن ينجوا بنفسه عبر استطلاعات مزيفة عبر استخدام رجال أعمال في دبي أو في الإمارات العربية المتحدة عامتا الصحفيين الإيرانيين أدركوا أن النظام يسقط تهريب الأموال شراء الممتلكات في الخارج ممتلكات عقارية في الدول العربية تهريب أموال إلى سلطنة عمان إلى قطر إلى بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة وحتى إلى كندا أنا قلت قبل ذلك وأيضا الآن بعض القيادات الإيرانية اشترت جوازات سفر بريطانية وكندية والموضوع ده طويل قوي والجهات الأمنية البريطانية والكندية علمت ذلك أو كانت تعلم ولكن كانت لا تعلن ذلك فالصحافة البريطانية تحدثت تتحدث عن ذلك النظام هناك وانشقاقه واستهداف لمقرات للحرس الثوري أربع مقرات كما ذكرت قناة الحدث العربية أمس باستهدفات لأربع مقرات ده معناها زيادة في وطيرة الثورة عبر استخدام الأسلحة والمتفجرات أو القزائف لإضعاف الحرس الثوري عايزة أقول لكم من ضمن أساليب النظام هناك من ضمن أساليب النظام الإيراني عشان خاطر يحاول أنه هو يشتري القيادات أو ضباط الحرس الثوري اللي هو علم أنهم هناك انشقاقات وأنه في منهم اللي هو انضم إلى الاطلاعات أو اللي هو انشق عن الجيش ففي الأخير أنهم ابتدوا النظام الملالي يشتري قيادات متدنية وسط قيادات عليا وخاصة القيادات المتدنية والوسطى ابتدى يشتريهم بالأموال فزادت الرواتب أنا كنت قلت بلكده أن اللواءات في الجيش الإيراني كان مرتباتهم 150 دولار أو 200 دولار بحد أقصى ابتدى في الأشهر الأخيرة في خلال يعني هما علمت النظام الملالي هناك أنه هو أشرف على النهاية هو يعلم قبل الثورة على فكرة من قبل الثورة هو يعلم يعني الاحتجاجات اللي كانت حصلت والاستهدافات هو يعلم من شهور أنه هو خلاص قارب على النهاية وأنه هو هيتم تدبير الأمور لنهايته أو تقسيم إيران فابتدى يشتري الزمم وأنه هو يعلي الرواتب حينما قدرك النظام أنه هو في طريقه إلى النهاية الرواتب اللي كانت 150 دولار ابتدى يزودها لي عشرات الألاف يزودها يعني ضخ مئات ملايين من الدولارات لشراء زمن زباطه اللي كانوا مرتباتهم تتساوب مرتبات عمال النظافة عايز أقول لكم ده عمال النظافة هناك في إيران عايز أقول لكم أن عمال النظافة في دول الخليج كلها مرتباتهم أعلى من مرتبات اللواءات في الحرس الثوري الإيران بل وحتى ممكن تقدر تقول ده كترة الجامعة هناك في إيران ففي الأخير أن النظام كان بيستغل أمواله كلها للسواريخ والمسايرات وأنه هو بقى عنده ألاف المؤلفة من السواريخ من المخزون ده أنه دوت هيحميه أو كان مش بيحميه كان بيستخدم الأسلوب ده من الأسلحة بالاتفاق مع الغرب أنه هو يديله ويسمحله ويدعمه بالنوعين دول من السواريخ لعلم الغرب أن النوعين دول من الأسلحة المسايرات والسواريخ البلاستية أن هي القوة هتكون القوة السائدة في العلم المستقبلي العسكري ولكن النظام الآن اللي هو ما كانش بيصرف على شعبه في صحة تعليم شبكات طرق كل شيء في الأخير أنه اكتشف أنه هو يذهب إلى الهاوية والسقوط وأن الفكر الأيدوليجي اللي هو نشره في إيران في بداية مجيئه واستلقه على السلطة بعد الشاه في بداية التمانينات الأسلوب ده الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وأنهما شافوا الشعب الإيراني شافئ على الأقل شافئ الدول الخليجية المتشاطئة معاه على الضفة التانية شافوهم أنهما في مكانة تانية تعليم تاني صحة تانية مستوى تاني فغاروا على نفسهم فقال لك أننا عائمين على النفط في الآخر الفلوس دي كلها تروح لإستخدامها في الدول الأخرى عبر أزرع إيران يستخدامها في نفوذ إيران أو في نفوذ النظام الملالي في بغداد أو في حزب الله أو في الدول الأخرى أو في الحثيين في اليمن أنهما بيصرفوا عليهم يعني كل ده كله بيطلع هناك والشعار الزائف الإيراني اللي هو خلاص الشباب والثوار هناك في إيران شافوا أن الأمر دوت انتهى خلاص الشعار اللي هو إلى القدس بقالهم 43 سنة بيتكلموا في القدس لكن في الأخير اكتشف الشعب الإيراني أنه هو لا يفوق هنا في قيادات ليهم داخلية وخارجية مهيسة أميني كانت نواة لهذه الثورة اللي هي لم تنطفق ولم تنطفق إلا بسقوط النظام الملالي ضربات انشقاقات اعترافات من الصحفيين الإيرانيين بنهاية النظام وعلم النظام بذلك والتهديدات لرجال أعمال كل الأمور دي كلها أنا بذكركم بها لأنها لن تفلح مع النظام الملالي لمحاولة إفاقة النظام لأنه هو الآن يحتضر والآن في سبيله إلى السقوط حفظ الله ملالك عربية السعودية الأمورات العربية المتحدة والدول الخليجية اللي هي في المواجهة مع إيران اللي افترقها إلى السقوط وربنا يحفظ مصر من شرور أعداءها لأنه بيتدم تدبير أمور كبيرة جدا لإسقاط مصر في الفترة القادمة ربنا يحفظ الجميع الغرب لم يترك الدول العربية وخاصة مصر والسعودية والإمارات لأنه هو منهج عند الغرب لعدم إفاقة الدول العربية وخاصة السعودية ومصر وإنهما في سبيلهم إلى النمو الاقتصادي والنمو عمتا فيه كل شيء فإنهما ما يرداش بكده عايز يحطنا فيه حلقة مغلقة للجهل والتخلف ولكن التطور الكبير اللي موجود في الدول العربية الغرب اللي أن يرضى به فإحنا هنكون في مواجهة مع الغرب لفترة كبيرة جدا إلى أن يغير الله الأمور وربنا يحفظ الجميع استودعكم الله الذي لا تدع ودعه